تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط خمسمائة واثنتين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من مائة وستة عشر طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية خلال أربع وعشرين ساعة هذا وضبطت وزارة الداخلية قرابة واحد وثلاثين طنا في مجال الاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من خمسة وثمانين طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي كما تم ضبط سبعمائة واربع وعشرين قضية في مجال قضايا المخابز من بينها مائة وثمانون وتسعون قضية خبز ناقص الوزن ومائة قضية خبز غير مطابق للمواصفات وضبط ستة عشر قضية بمضبوطات بلغت أكثر من مائة واثنين وعشرين طنا في مجال التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير شكرا للمشاهدة